السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محب منصور من فريق البلقاء الهندسي موضوعنا هسا بيحكي عن Frequency Band Width موضوع Frequency Band Width هو عبارة عن فلتر بقص موجات التردد هسا مش مهم كيف بيشتغل أو كيف الأمور هاي هو عبارة عن أكم قانون المطلوب معك بدك تحفظهم تطبيق عليهم مباشر أول قانون اللي هو تعرف Frequency Band Width بيحكي لك أنه F2 ناقص F1 بعطيه قيمة Band Width أو FR على الكيو الكيو اللي هي Quality Factor تمام عامل الجودة النوت هاي بتدل على أنه حالة رانين الدارة في حالة رانين اللي بيكون فيها XL equal XC والFR هاي برضو اللي Frequency في حالة الرانين تمام هسا اللي Frequency بحالة الرانين equal F1 plus F2 على 2 أو 1 على 2 باي جذر الLC هذو القانون أخذنا قبل بالفيديوهات القبل أخذنا هسا بيصير معك مطلوب جديد القانون هاد لما يكون عندك تردين مجموعة هم على 2 تمام ال Quality Factor اللي هو رمزه Q Note هو عبارة عن ال Reactive Power نسبة من ال Reactive Power اللي هي اللي Q على ال Active Power اللي هي ال B تمام ال QS اللي هو في حالة الرانين برضو بصير عندك عبارة عن ال XL على R أو ال XC على R طبعا حكينا انه XL equal XC في حالة الرانين فالقانون هاد لو حطيت XL على R أو XC على R ما رح يختلف معك تمام نيجي على الأسئلة نطبق مباشرة بس مثلين أول مثال معطيني F1 ومعطيني F2 بيحكيلي Find Frequency Bandwidth and FR طيب Frequency Bandwidth هي قانونها F2 ناقص F1 F2 ناقص F1 equal 12 كيلو ناقص الثمانية كيلو equal 4 كيلو هيرتز طيب المطلوب الثاني بده FR FR مجموعة F1 والF2 الثمانية وال الثمانية وال الثمانية وال الثمانية عشرين على ثنين عشرة كيلو هيرتز بس في كل بساطة هسه ممكن هو يجيب لك في الامتحان دارة كهربائية زي هاي ويطلب منك مثلا التيار الجهد على ممانعة معينة وبعدها يحكي لك Final Frequency Bandwidth يعني بس احنا حنحل الباندودث تمام هسه هو هون طالب مني الفركونسي باندودث في هاي السيركيت تمام عندي عشرة اوم ميتين مايكرو هنري وسبعة واربعين بيكو فارد طيب هسه انا بعرف انه الباندودث مجموء الفرق بين two frequency بس ما عندي هون two frequency مايش ولا frequency فبروح على القانون الثاني اللي هو الفر على القانون الثاني اللي كنت احله في دارات الرنين اللي هو واحد على ثنين باي جذر l في c equal واحد على ثنين باي جذر ال l قديش عندي ميتين مايكرو مايكرو ضرب 47 بيكو الفر عندي بتطلع 1.6 ميجا هيرتز تمام هسه هاي جبت الفر ضل عندي اللي كيو نود بدي اجيبها طي هسه انا اللي كيو بعرف انها XL على R او XC على R اللي كيو equal XL على R equal XC على R طيب هسه انا لازم اجيب XL والXC هسه بعرف انه XL equal 2 باي F في L وبعرف انه XC equal 1 على 2 باي F في C هسه معاي L ومعاي C ومعاي الفريكونسي اللي هو 1.6 ميجا هيرتز XL equal XC equal 2 باي ضرب F 1.6 ضرب 10 قوة 6 الميجا ضرب L اللي هي 200 ميكرو 200 ضرب 10 سالب 6 تطلع معاي XL تقريبا 206 اوم تمام هسه برجع القانون هال band width band width equal FR اللي هو 1.6 14 قوة 6 الميجا على Q 206 بكون خلص السؤال وخلص الفيديو والله يعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر